مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السادس الدرس السابع أنوان الدرس الخطط الوظيفية قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجر فيسبوك على ساتطا حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت سيكس لسن سبن اليونت السادس الدرس السابع الخطط الوظيفية من طين هنا يقول لي part 8 جزء الأول يعني هذا اللسن 7 الجزء الأول والتكملة مالتا اللسن 8 اللي هو الجزء الثاني في البداية يقول لي اقرأ خطط سارة وعادل ثم يجب على الأسئلة الأسئلة يا هي هذه الأسئلة المطيني إياها من الذي باعتقادك ودود معناها ودود مجد صبور من هو الجيد بالأحياء فرنش باللغة الفرنسية انجليش باللغة الإنجليزية يعني انت شوف هنا بعد ما تقرأ القطعة يقول لك من هو الجيد بالأحياء تكتب اسم هنا من هو الجيد باللغة الفرنسية تكتب اسم هنا وهكذا مع البقية من الوظائف التي تعتقد بأن سارة وعادل يريدون أن يصبحوا عليها عندما يكونون أكبر في سن أكبر سوف نقرأ القطعة أو القطعة المتعلقة بعادل وسارة نتعرف على شخصياتهم نتعرف من بيهم ودود من بيهم مجد من بيهم جيد باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية إلى آخره بعد ما نقرأ القطعة نجي نجاب على هذه الأسئلة بالبداية سارة تتحدث تقول I am 14 years old عمري 14 سنة I think I am quite friendly أعتقد بأنني ودودة بعض الشيء شوف هنا أنا إذن عرفنا من هو الشخص الودود سارة and hardworking ومجدة إذن عرفنا أنه كذلك سارة مجدة I passed all my exams last year اجتزت كل امتحاناتي العام الماضي at school في المدرسة I am good at languages أنا جيدة في اللغات I am very good at English أنا جيدة جدا في اللغة الإنجليزية and French واللغة الفرنسية إذن عرفنا أنه سارة جيدة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية I'm not very good at science لست جيدة في العلوم when I finish school عندما أنهي المدرسة إلى آخر الكلام هو ما مكمل لي إذن عرفنا شخصية سارة عرفنا صفاتها المواد الجيدة بيها الآن ننتقل لشخصية عادل يقول I am very hardworking أنا موجد جدا and patient وصبور عرفنا أنه hardworking موجد يعني عادل وسارة ثنينتهم موجدين يعني الصفة المشتركة بين سارة وعادل أنهم ثنينتهم hardworking الصفة الجديدة إنه patient صبور أذن عادل صفة إنه patient I have two little brothers لدي أثنان أخوة صغار and they never make me angry وأبدا ما يخلوني ضايج at the weekend في نهاية الأسبوع أو في أطلق نهاية الأسبوع I always go and help in friend's farm دائما أذهب أساعد صديقي في المزرعة because I love working with animals لأنني أحب العمل مع الحيوانات I enjoy working with horses most أنا أستمتع بالعمل مع الأحصنة أكثر شي at school في المدرسة I'm good at biology أنا جيد في علم الأحياء إذن عادل هو الجيد في علم الأحياء I'm going to take my last school exam next year وسوف أعمل آخر امتحان لي في المدرسة السنة القادمة if I get good marks إذا حصلت على درجات جيدة إلى آخر الكلام إذن تعرفنا على شخصية سارة وشخصية عادل نرجع أن جاءب على الأسئلة المتعلقة بهم ألاحظ أنه سألني يقول لي who thinks they are friendly من هو بيهم ودود عرفنا أن سارة هي اللي صفتها ودودة زيان من هو اللي hard working قلنا اثنينتهم hard working مجدين فأقول both كلاهما أو أقدر أقول سارة and عادل زيان من هو اللي بيهم patient صفور عادل هو الصفور بعد من هو الجيد في البيولوجي عادل جيد في البيولوجي اللي هو عامل أحياء من هو القوي باللغات اللغة الفرنسية والإنجليزية سارة قوية باللغة الفرنسية وكذلك باللغة الإنجليزية what job do you think سارة and عادل want to do when they are older ما الوظائفة التي سيكونون عليها في المستقبل مثلا بما أن سارة جيدة باللغات إذن من الممكن أن تكون translator translator معناها مترجمة وبما أن عادل جيد في البيولوجي ويحب الحيوانات جيد بالبيولوجي معناها جيد في الملاحياء ويحب الحيوانات من الممكن أن يكون vet vet هو طبيب بيطاري هذه الإجابات المتعلقة بكتاب الطالب الذي منطينيها قبل القطع بعد ما أعرفنا القطع أعرفنا الأسئلة أعرفنا الإجابات مالتهم طبعا ضمن الأسئلة يسألون الإستاذ بداخل الصفقة تحضير يومي غير مهمة من الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل يقول لي complete the text then read the text and your students begin and check أنا يقول لك أنت الآن رأيت عن سارة وعادل تقدر تكمل الكلمات الناقصة تقريبا احنا افتهمنا النص مثلا سارة تقول I am 14 years old أنا عمر 14 سنة I think I am quite فراغ أعتقد بأنني بعض الشيء فراغ شن الصفة اللي قالتها قلنا صفة friendly ودودة and فراغ working فراغ working هي صفة المجد فش نقول نقول hard working I فراغ all my exams last year last year أنا فراغ كل امتحاناتي العام الماضي أنهيت أو اشتست كل امتحاناتي فأقول past at school في المدرسة I am فراغ at languages أنا فراغ في اللغات شنو كلمة المناسبة للفراغ أنا جيدة في اللغات فأقول I am good at languages I am very good فراغ English أنا جدا جيدة فراغ الإنجليزية أنا جيدة في اللغة الإنجليزية فأقول at English and French واللغة الفرنسية I am فراغ very فراغ I am not very good at science أنا لست جيدة في العلوم when I finish school إلى آخر الجملة اللي لم أكملت لها الآن ننتقل لعادل عادل الشي يقول يقول I am very hard working أنا جدا مجد and فراغ وفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ ذكرنا أن الصفة الثانية العادل هو patient صبور I have two little brothers لدي أثنان أخوة أصغر and they never make me فراغ وأبدا لا يجعلوني فراغ أبدا ما يخلوني ضايج أبدا ما يضوجوني angry at the weekend في أطلة نهاية الأسبوع I always go and help on a friend's farm دائما ما أذهب وساعة صديقي في الحقل أو في المزرعة because I love لأنني أحب فراغ with animals فراغ مع الحيوانات أحب العمل مع الحيوانات فأقول working I enjoy فراغ with horses most أنا أستمتع فراغ مع الأحصنة شنو الكلمة المناسبة لفراغ كلمة working أنا أحب العمل أو أستمتع بالعمل مع الأحصنة at school في المدرسة I am good فراغ بيولوجي أنا جيد في البيولوجي اللي هو علم الأحياء فأقول at I am going to take my last school exam سوف أعمل آخر امتحان للمدرسة next year العام القادم if I get good marks لو حصلت على درجات جيدة إلى آخر النص هذا مجرد نشاط صفي من الممكن أن يجيني أحد أو تجيني أحد جمل هذا التمرين بسؤال الإسقاطات مثلا يجيب لي جملة يقول I think I am quite فراغ كلمة المناسبة للفراغ اللي هي friendly يشيل لي خليليها بالتمرين ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب ننتقل إلى موضوع مهم جدا اللي هو التعبير عن الأمور التي نجيدها طلاب هذا الموضوع موضوع قواعدي مهم جدا بالامتحان التحريري أنا من أريد أعبر عن الأشياء الجيد بيها بالمدرسة كهوايات كمهارات كيف لون أعبر عن هذا الشي فهنان يمكننا أن نعبر عن أننا جيدين في مادة معينة رياضة معينة هواية معينة باستخدام القاعدة التالية شو تقول القاعدة تقول فاعل مثلا أنا إذا أحكي عن نفسي أقول I إلا I تأخذ أما is أو أو تأخذ I تأخذ I فأقول I am good at أنا جيد في شوفوا هنا هذه good at يأتي بعدها أما ism أو فعل يحمل ing مثلا أقول I am good at مثلا ألا سمي مثال mats أنا جيد في الرياضيات عبرت عن المادة اللي أنا جيد بيها أو أقول فعل يحمل ing مثلا أقول I am good at writing stories أنا جيد في كتابة القصص شوفونا أنا I am good at إجا وراها شنو فعل يحمل ing I am good at إجا وراها شنو اسم إذن يأتي بعدها أما اسم أو فعل يحمل ing هسه شي يقول نقصد بالاسم اسم الرياضة اسم الهواية المادة الدراسية إلى آخره التي نجيدها أو نفضلها أو جيدين فيها الاسم هو أنا بيش جيد مثلا برياضة كرة القدم أقول I am good I am good I am tennis هذا أسمع لكن الأفعال مثلا أقول I am good at playing football أنا جيد في لعب كرة القدم أما اسم الفتبول تعتبر اسم أو فعل يحمل ing مثلا play أضيب ing playing football أما اسم أو فعل يحمل ing I am good at english I good at ثابت ويأتي بعدها اسم الانجليش اسم أنا جيد في اللغة الإنجليزية شوف هنا أنا من الممكن أنه أعبر عن نفسي أعبر عن واحد آخر فالفاعل هنا شنو she أعبر عن وحدة ابنية أقول she is good at ثابت chemistry هي جيدة في الكيميا she is good at chemistry هي جيدة في الكيميا they are good at reading هم جيدين في القراءة شوف هنا أنا جو راها شنو فعل يحمل ing he is good at riding هو جيد في ركوب كمثال ركوب الخيل إلى آخر هذي إذا أريد أعبر عن الشيء اللي أنا جيد بي من الممكن أن أعبر عن الشيء اللي مو جيد بي يمكن نعبر على الأشياء التي لا نجيدها بنفس القاعدة لكن بإضافة شنو نوت بعد الزعار وآم يعني فاعل الزعار وآم فقط اللي اختلف أدي شنو هنا النوت والباقي نفس القاعدة فمثلا I am not good at english أنا اقول لي I am good at english أنا جيد في اللغة الانجليزية أرد أقول لا أنا مو زيان الكيميا فقط ضفت not they are not good at reading هم ليسوا جيدين في القراءة مجرد أضيف not على الفعل المساعد ال is وال are وال عام زي الأستاذ شون تيجينا بالامتحان شون نقدر نجاو عنها بسيطة جدا هنا أنا يقول على سبيل المثال يقول is good at speak or speaking نحن نعرف أن سه فاعل الفاعل المفرد يأخذ is زاد good at good at يأتي بعدها أما اسم أو فعل يحمل ing speak فعل مجرد والspeaking فعل شبيه ing شنو الاختيار المناسب عرفنا القاعدة أن good at يأتي بعدها فعل يحمل ing good at speaking english أنا جيد في التحدث أو في تحدث اللغة الإنجليزية نقطة ثانية they are good at slow in low on نحن نعرف إن good يأتي بعدها حرف at فأيقول I am good at biology أنا جيد في biology علم الأحياء we are not good too low at نفس الفكرة الحرف جر المناسب at good يأتي بعدها حرف at he is good at football شنو قللي negative شنو يعني negative يعني نفيل إياها سهلا النفي خلي not على is هو ليس جيدا في رياضة كرة القدم هذا كل ما يخص موضوع التعبير عن الأمور التي نجيدها ولا نجيدها ننتقل إلى تمرير رقم 2 write two sentences about the things you are good at and one sentence about something you are not good at يقول لي اكتب شغلتين أنت جيد بيها وشغلة أنت مو جيد بيها كذلك هذا يدربني على موضوع التعبير عن الأمور الجيدة والغير جيدة مثلا أقول لها I am good at football أنا جيد في رياضة كرة القدم I am good at tennis أنا جيد في رياضة التنس I am not good at volleyball على سم المثال أنا لست جيد في رياضة volleyball هذا مجرد نشاط صفي ذلك دربنا على العبارات أو التعبير عن الأمور التي أنا جيد بيها والأمور التي أنا مو جيد بيها الأستاذ يسلمنا لطريقة شفوية بداخل الصف كل طالب يعبر عن الأمور الجيد بيها والغير جيد بيها مثلا طالب آخر يقول I am good at maths أنا جيد في الرياضيات I am good at chemistry أنا جيد في الكيميا I am not good at biology لست جيدا في الأحياء وهكذا هذا مجرد كذلك لنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي نانا يقول لي correct the sentences صحح الجمل التالية I am not very good french شوف نانا طبعا هذا التمرين تمارين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن أنه يكتب لي أحد هذا الجمل يجب لي أحد هذا الجمل ويقول لي بين قوسيا correct أو correct the sentence صحح الجملة أنا حافظ القاعدة اللي أستخدمها بالتعبير عن الأمور الجيد فيها والغير جيد فيها مثلا هنا يقول لي I am not very good french شيني نقص بالجملة طبعا الآي هو الفاعل ياخذ آم هو هنا مختصر ليها عادي ما بيها مشكلة I am not very good أنا لست جيد جدا شوف هنا أنا القد يش يجي وراها لازم لازم يجي وراها at فأقول لها at وأكمل الجملة فالخطأ أنه ما كاتب لي كلمة أو الحرف الجر at at french أنا لست جيدا في اللغة الفرنسية الجملة الثانية my favorite subject is English مادتي المفضلة هي اللغة الإنجليزية ما بيها مشكلة الجملة الأولى I am good at learn vocabulary شوف هنا أنا I هي الفاعل I am good at لحد الآن ما كم مشكلة الليرن هو فعل مجرد لازم مش أسوي له أخلي له ing فالlearn رح أصيه learning زادة للتكملة اللي هي شينية vocabulary إلى آخر الجملة فالخطأ أنه الفعل حاطليا مجرد لازم يحمل ing الباقي النقطة الثالثة I am also good geography أنا جيد أيضا في الجغرافيا ما كاتب في الجغرافيا إذن نقول يجي وراها شنو يجي وراها at إذن أقول لها good at geography أنا جيد في الجغرافيا I don't like science أنا لا أحب العلوم I not very good at it شوفنا أنا الآي لازم يجي وراها لازم يجي وراها أما إذ أو آر أو آم الآي تأخذ آم فأقول له I am not زادة للتكملة طبعا not very good at it شوفنا البقية كلها كاملة الآي يجي وراها it آت زادة للإت اللي هو الضمير العائد على الساينس إلى آخره فالخطأ فقط في أن الآي ما حاطلها آم حسب القاعدة لازم يخلي وراها آم هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن أن يجب لي أحد هذه الجملة ويقول لي correct the sentence صحح الجملة هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا ندرس بسيط جدا بموضوع قواعدي مهم جدا بالإضافة إلى قطعتين عن عادل وسارة تعرفنا على الصفات مالتهم المواد الجيدين بيها إلى آخره وغرفنا الأسئلة الشفوية لساني داخل الصفكة أحضر يومي وشلون نقدر نجاوب عنها ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة حبونا تقدموها ديقدرون التواصلوني على حسابات الموجودة في الفيديو بالوصف